بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيم الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستغيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا عشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم فهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما ينحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على نفره فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبعونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيعودون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استغانوا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون بذصين الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها وبضعته كرها وحمله مفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشدته وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة بعد الصدق الذي كانوا يعدون والذي قال لوالديه أفلكما أتعداني أن أصرج فقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن بعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير أولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكم درجات مما عملون وليبفيهم أعمالهم فهم لا يظلمون ويوم يعرضوا الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدمية واستمتعتم بها فاليوم ترزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون بذكر أخاعد إذ أنذر قومه بالأحطاف فقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه بذكر ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعبنا إن كنت من الصالقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهدوا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكمهم كذلك نجزل قوم المجرمين بلقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يرحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى بصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضوا يبلوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا من بعد موسى نصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أبلم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بلم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذلقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر إن العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر